جزاكم الله خيرا تقول فتاة تبين لها بعد بنوغها بثلاثة أو أربع سنين تقريبا أنه يجب على المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تقضي العشاء أو المغرب كيف تنصحونها حينئذ جزاكم الله خيرا إذا لم تفعل تقضي الصلوات التي تركتها إذا كانت تركت المغرب وصلة العشاء فقط فإنها تعيد صلاة المغرب بعدد السنوات التي مرت بها ما لم تكثر كثرة يصعب عليها القضاء فالله يعفو عنها أما إذا كان بإمكانها أن تحصي الصلوات التي تركتها وتقضيها فإنه يجب عليها لأنه دين في ذمتها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا تذكر أنها لم تسلي الفجر وكذلك العشاء وقد صادف نفس الحال الذي ذكرته سابقا نفس الكلام الذي سبق طيب تقضي ما أمكنها قضاءه مع التوبة إلى الله جزاكم الله خيرا لأن الجهنة لا يسقط الواجب ولا يسقط الفرض الحمد لله